وإلى الشأن العراقي بامتداداته الإقليمية أيضا كشفت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جمان الغلاي أن تحديد موعد للحملة الانتخابية الدعاية لانتخابات برلمان كردستان يكون بقرار خاص من مجلس المفوضين في المقابل قال عضو حزب الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو أنه رصد ما اسماها بالخطأ الاستراتيجي على الحدود العراقية التركية وأوضح حوشناو أن مناطق عدة من كردستان بدأت تغطيها شبكة تركية للهواتف النقالة بعمق يصل إلى 50 كم تنتقل فيها إشارة الاتصال من الشبكات العراقية المعروفة إلى التركية وأضاف أن ما يحدث يمثل خطأ استراتيجيا له أبعاد أمنية خطيرة من ناحية التجسس كما أنه يدفع إلى ولادة ثقافة بأن هذه المناطق تحت السيادة التركية فيما يقول مختصون أن الأمور تحت السيطرة باتفاق عراقيا تركيا على وضع هذه المناطق كحزام أمنيا لإبعاد حزب العمال عن تهديد طريق التنمية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر